إزاي النصر بيجدد شبابك؟ النصر بيجدد شبابك وفي آية في الكتاب المقدس طبعا في المزامير يتجدد كالنصر شبابك فلأخذنا الكتاب المقدس اختار النصر على نفس القصة اللي حضرك قلتيها إن النصر بيجي بعد 40 سنة بيبتدي دوافر وبتبقى ما يقدرش يمسك بها الفريسة فما يقدرش يقدر يجيب يعني غذاء لي واللي معاها فبيلاقي مقدامه وحلين ساعتها وبيبقى برضو المنقار بتاعه وبيمحني شعر الريش بتاعه بيبقى تقيل جدا مقدرش يطير كويس كل الكلام ده بيخليه في مشاكل فقدامه حلين الحل الأولاني إنه هو يستسلم للإحباط تماما ويقعد فترة كده ويبقى خلاص يعني يموت الحل التاني إنه هو يبتدي يشوف طريقة إنه هو إزاي يعيش وتغلب على الإحباطات اللي عنده أو على المشكلة اللي عنده فبيعمل إيه؟ بياخد رحلة علاج لمدة خمسة أو ستة شهور تمام بيطلع على الجبل عالي جدا بيبتدي يشيل دوافره يبتدي يخبط على الصخرة كبيرة وفكرة إنه يطلع على الجبل دي رحلة شقة جدا بالنسبة له لإني هو خلاص أعجز مش قادر أعرف حالتك زي الإنسان العجوز ده اللي يطلع له دورين تلاتة يحس إنه هو خلاص مش قادر مش قادر ففكرة يعني أنا لم أعدت أفكر فيه هو عشان يطلع بس دي رحلة شقة جيدة قرار هو أخد قرار يعني ده يعني هو أخد قرار معه عنده إرادة يعني فيه الآية برضو بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهنكم فلا أخد يعني ما فيش إرادة للتغيير والتجديد دي ملهاش حل تاني فهو النصر أخد يعني عنده الإرادة بالتغيير وبتجديد الزهن فهو بيطلع يعمل القصة دي بيبتدي يستنى خمس شهور أو ست شهور لغاية لما يطلع ريش تاني أحسن عنده دعوفه تطلع يبتدي يطير بعد كده ويبتدي يعيش بقى رحلة تانية كاملة ويتجدد إيه العمر بتاعه عشان كده يتجدد كالنصر شبابك فلو النصر ما كانش عنده الإرادة دي وما كانش جاء اللي أنا كبرت خلاص أنا مش هقدر أنا فخلاص يبقى كده إيه هو أنها يعني حياته أو أنها عمره بالإحباط اللي جاله يعني رحلة شقة فيها تعب فيها مجود فيها قرار فيها حاجات كثير أو صبر فيها احتمال فيها صبر واحتمال علشان يقدر يرجع تاني وبعدها يعني زي ما عارفين كلنا ممكن يعيش 30 سنة كمان بعيش عمري تاني يعيش عمري إضافي ده حقيقي